تفقد وكيل محافظة عدن صلاح العاقل ومدير مكتب محافظ عدن أمجد الحسيني جرح انفجار محطة الغاز بالمنصورة واطم أن العاقل على أحوال المصابين ومستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم مشيرين إلى أن توجيهات محافظة العاصمة قضت من قليم كليا إلى مستشفى النور لتلقي الرعاية الكاملة واخذ العلاجات اللازمة وكدى العاقل أن الزيارة جاءت بتوجيهة وزير الدولة محافظة العاصمة أحمد حامد لملس الذي يتابع الأمر بشكل مباشر وحريص على أن يتلقى المصابين الرعاية الطبية الكاملة